وتعليقاً على الحشود العسكرية الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية والتي بدأت منذ نهاية مارس الماضي أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية رسلان خمشاك خلال مقابلة مع قناة أديم بلوسادين أن الوضع على الحدود الأوكرانية الروسية تحت السيطرة وأن الجيش الأوكراني لديه ما يكفي من العتاد والذخيرة لردع أي اعتداءات خمشاك أكد خلال اللقاء على الجهازية القتالية للقوات الأوكرانية المسلحة وشدد على أن الوحدات العسكرية في الدنباس في حالة تأهب دائم تحسباً لأي تصعيد للوضع في المنطقة تحت ستار التدريبات العسكرية نقلت روسيا عديد القوات والمعدات العسكرية من مختلف المناطق الروسية لحشدها بالقرب من الحدود الأوكرانية يتصور البعض أنه بالنظر إلى حجم هذه الحشود فإن الطوق قد أحكم وأن الوضع ميؤوس منه وأقول لمن يعتقد بهذا أن الأمر ليس كذلك فالوضع تحت السيطرة والقوات الأوكرانية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تصعيد عسكري في الأراضي المحتلة مؤقتاً في إقليمي لوهانسك ودونيتسك وعلى طول الحدود الأوكرانية الروسية ترجمة نانسي قنقر